كاربخال النهاردة كمان سلس نهائي مع ريال مدريد يبدأ أساسي مستوى رائع جدا الدفاعين وإن كان يعني كان اللعب كبير جاء عليه الشوتر أول تحديدا وسط غياب المساندة من فالفيردي وطبعا من رودريجو بس كاربخال اللعب لحاللوقتي لسه حي يعني في لحظة بالسانة اللي فائدة كانت كل الناس بتتكلم عنه كاربخال انتهى أسطورة أفضل زي الأيمن في العالم ده انتهت عامل كومباك عظيم السنة هناخد من كاربخال تحديدا على فكرة شخصية ريال مدريد وشخصية البط وكاربخال وتوني كروز تحديدا ممكن نمثل فيهم فكرة الشخصية ان لعبة ريال مدريد هضموا فكرة النهائيات وشخصية الفريق ان هما ما بقوش حتى ودورتومند بيروح بكذا كرة تبص وشوش لعبة ريال مدريد تحديدا الأدام ما تحسش ان فيهم توتر لعبة وقفة تمام يعني يعني تيجي الكاميرا على بيلينج هام في أي فرصة لدورتومند هتلاقي باين على وشه التوتر شوي تيجي الكاميرا على وش كاربخال هتلاقي اللعيب هادي جدا تمام عادي احنا عدنا بالسناريو ده كتير تمام فكرة شخصية البطل هو لعب عارف امتى يرجع عارف يرجع نفسه ازاي والنقطة الاهم وهربطة باللي انت كريمت فيها يا كريم في الانترو فكرة الشغف فكرة كريستيانو رونالدو يعني فكرة كاربخالي هي فكرة مودريتش وهي فكرة توني كروس نفس اللعيبة بيحققوا البطولة السادة اليوم من دورة بطالة اوروبا بيلعبوا بنفس الشغف بيلعبوا بنفس الرغبة ان هما يفوزوا كاربخال بأبساند دونس طول على مدار المواسم هو اللعب قادر يوقف على رجله تمام بينزل للعب المباراة نهاية من كتر ما هو تعود على المنشاط النهاية ما تحسوش انه حاس يعني انه مضغوط على الرغم ان دورتومند كان عامل كل اللود عليه هو النهاردة على كاربخال وعلى مين دي تحسن كاربخال للموضوع تمام اه بيروح يعني في اول فرصتين لدورتومند تلعبوا بناحية كاربخال كاربخال تعمل مع الموضوع بهدوء تام رجع نفسه للمباراة تاني دي تحسب لكاربخال ودي تروح للفريق ككل لريال مدريد وهي فكرة الناس ما بتحبش تتقرر وبيشوفوها دايما في فكرة الحظ وفكرة التوفيق لريال مدريد هي شخصية البطل فيه في الكرة شخصية بطل وفيه في الكرة فريق بيبع عنده شخصية انه بيقدر حتى هو في اسوأ احواله وحتى هو الخصم بيتفوق عليه بفرصة واثنين وثلاثة وبيتفوق عليه في مراحل اللعب فيه حاجة اسمها شخصية البطل بتخليك قادر تقف على رجلك وتخلي المطش ما يهربش منك وتخليك دايما وقف مستعد انك تخطف المطش في لقطة واحدة فتلاقي الفريق اللي قدامك نهار شخصية البطل بتاعة ريال مدريد دي موجودة وبتثبت في كل موسم الموسم الحالي في مطش مانشستر سيتي ريال مدريد سجل هدف مانشستر سيتي على مدار 120 ديه بيعمل كل حاجة في الكرة لعبة ريال مدريد وقفة هادية تمام مطش بير ميونيخ بيسجل هدف والحد الدقيقة 88 ريال مدريد مش عارف يسجل ولعبة ريال مدريد عندها منص ثقة والإيمان ان احنا مش هنتعادل لا احنا نجيب جنين وهنكسب تمام فكرة ان كمان وصل لأزهان المنافسين كلهم ان ريال مدريد في ايه لحظة هيرجع مهما كان الخصم متفوق ومستني ريال مدريد هيسجل امتى وده توماس تخل قاله قبل مباراة العودة مع بيرن ميونيخ لما قال ريال مدريد قبل ما بيسجل بعشر ثواني انت بتبقى بتتفرج عليهم وتقول مستحيل الفريدة هيسجل هدف قبل ما بيسجل بعشر ثواني هما بيبقوا بينهم قالوا كرة تقول مستحيل الفريدة هيسجل هدف لهم فجأة سجلوا فيك هدف هيا دي شخصية البطن